75 ألف شخص في مأدبة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لكن زيادة هذه الأرقام بدت بطيئة مع تراجع إقبال المواطنين ووفقا لمسؤولي التطعيم في مأدبة فإن عدد الذين تلقوا الجرعتين بلغ 55 ألفا لافتين إلى تراجع الإقبال بشكل عام كما دعوا المواطنين إلى الإقبال على تلقي اللقاحات ويواصل مركز التطعيم في مستشفى النديم إعطاء اللقاحات للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية أو نقص المناعة اعتمدت وزارة الصحة مستشفى النديم الحكومي كنقطة لغايات التطعيم للمرضى اللي بعانوا من مشاكل في التحسس ومن تاريخ اليوم بلشنا في تطعيم المرضى اللي بعانوا من مشاكل في نقص المناعة حتى هذه اللحظة وصل العدد تقريبا ما يعادل 225 حالة أخذت جرعتها الجرعة الأولى بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى في محافظة مادبة تقريبا 75 ألف وبلغ عدد من تلقى الجرعتين في محافظة مادبة تقريبا 55 ألف طبعا لاحظنا انخفاض أو تراجع الإقبال من قبل المواطنين على المطائم انتهز هذه الفرصة عبر قناتكم لحث المواطنين للمزيد من الإقبال ترجمة نانسي قنقر